المملكة البحرين وما تحقق من إنجازات عالمية ومكانة دولية تضاف للسجل الوطني الحافل بالريادة والتقدم في ظل المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المفدى مشيدة معاليها بدعم واهتمام جلالته بالعمل الخيري والإنساني والجهود المتواصلة والمستمرة للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في تعزيز الدور البحريني الإنساني والإغاثي معربة معاليها عن بالغ التقدير والامتنان لجهود المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ومثمنة معاليها إسهامات وعطاء المواطنين والمقيمين ومؤسسات القطاعين العام والخاص ضمن حملة في النخير مشيرة ببالغ الفخر والاعتزاز إلى دور المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة من خلال المبادرات والمشاريع المتميزة والرفيعة والتي كان لها بالغ الأثر في دعم جهود فريق البحرين والعملين في الصفوف الأمامية لمواجهة جائحة كورونا